شكرا لك شكرا لك كابتن نشوف نحن وياك سيغة حياتك بهروبورتاج صغير ونرجع لكم مشاهدينا صباح خورو يا صباح يا صباح ما تقول صباح هيد الربع على صباح بالجين وهيد التلت اللاي اللي قالو بالكورتر صباح مصدد عن القار صباح خورو مصدد صباح من نص الملعب محاول تسطلت مانين Softichi لا 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 هنا كان مره الاولق اللي بيعمله الصباح خورو بمطولة لبنين لاحظو من disappointingware الصباح من نص الملعب صدّت ولد صباح هوري في الكويت عام 1982 من أب وأم لبنانيان وهو كبير العائلة المؤلفة من أربعة أشخاص عن عمر سابع بدأ يمارس لعبة كرة السلة التي أحبها وعاشقها حتى العظم ظل صباح يمارس هوايته المفضلة في نادي عمشيت حيث يسكن حتى عمر الربيعة عشر حين بدأ ينصحه الأهل والمقربين بالصفر إلى الولايات المتحدة لتنمية موهبته ولتكملة علمه هناك فاضطر لمغادرة لبنان والانتقال للعيش في أمريكا صباح هوري صباح يخترق السلة بسجل عند وان لصباح كمان صباح هوري بروح على السلة عند وان لصباح حلوة كتير هالحركة اللي عملها صباح كوري صباح بسدد عن العرق صباح كوري بسجل صباح في العام 1998 بدأ مشوره السلوي في جامعات الولايات المتحدة حيث قدم مستويات مميزة دفعت الصحف إلى التكلم عنه بأنه مشروع كبير للاعب لبناني صغير بعدما قضى خمس سنوات في أمريكا وأثناء زياراته الأولى للبنان واجه صباح مشكلة في الفيزا أجبرته البقاء في لبنان وتكملة مشواره السلوي في بلده خاصة بعدما بدأت تتدافع الفرق اللبنانية على التعاقد معه بعد المستويات الكبيرة التي قدمها في أمريكا وبالفعل وأثناء عهد أنتوان شويري والعصر الذهبي للعبة كرة السلة وقع صباح كوري لبطل لبنان وآسيا والعرب وذلك موسم 2002-2003 موسيقى بقي صباح في الحكم من عام 2002 حتى موسم 2005 حين غدر أنتوان شويري الحكمي نهائيا وكان الفريق مهدد بالزوال عندها وقع صباح عقدا مع فريق الشونفيل وذلك تحت قيادة مدربه السابق غسان ساركيس لم يبقى صباح طويلا في النادي المتني رغم المستوى المميز الذي قدمه فمع بصيس أمل بالعودة إلى الحكمي لم يتراجع صباح خوري في قراره بترك الشونفيل وعلى أساس العودة إلى الحكمي لكن رياح حرب تموز جرت بما لا يشتهي الخوري فلم يلتحك بالحكمي عندها توجه إلى طرابلس ليلتحق بفريق المتحد وذلك عام 2006 لم يبقى طويلا مع المتحد فكان أول المنضمين إلى الحكمي مجددا لكن هذه المرة تحت لواء جورج شهوان وككابتن لفريق الحكمي ذلك موسم 2007 لغاية يومنا هذا ما زال صباح خوري كابتن الأخضر رغم إدراكه بصعوبة بقاء فريق الحكمي في الدوري لكن حبه للنادي دفعه للتعليق مرارا بأنه باطن معه ولو ببلش لا صباح 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 عالم دي تنوز نهاية المباراة جغطات ببرلها صباح خوري اللي بدوره بسند عن الأرض بينا جيح عم بسجل صباح خوري صباح 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 يا صباح يا صباح من إنجازات صباح خوري بطل لبنان مع الحكمي موسم 2003-2004 وصيف بطل لبنان مع الحكمي موسم 2005 بطل آسيا مع الحكمي موسم 2004 في الشارقة بطل غرب آسيا مع الحكمي عم 2004 بطل دورة دباي موسم 2004 ثاني أفضل مسجل لبناني بعسم 2005 مع شونفيل برصيد 22 نقطة أفضل لعب عربي في البطولة العربية في الأردن عام 2008 أفضل لعب لبنان حسب مجلة بلوك شوت وحسب رئي الجمهور والصحافة أفضل رامي الثلاثيات في دورة حلب عام 2008 سيصل صباح إلى رصيد قارب 1500 في الدور اللبناني وبذلك يكون ثالث لعب يصل إلى هذا المعدل ثالث أفضل مسجل في تاريخ الحكمي بعد إديم شنتف وفادي الخطيب رابع وثاني كأس آسيا مع المنتخب عام 2003 و2005 شارك في كأس العالم مع المنتخب عام 2006 استطاع الوصول مع فريقه الحكمي مرتين متتليتين إلى نهاي بطولة العرب عام 2008 و2009 سجل صباح صباح آخر الثواني لكوردر صباح صباح يا صباح يا صباح خوري سوبر صباح خوري بعد الكوردر سوبر صباح خوري عن أرق ثري بوينت هيدا صباح ويدوري تزددتو وعيدا سيحت ثري بوينت سيحتو للخوري إذن مشاهدين كنا عم شوف نحن وإياكن ربوتاج سيرة حياة صباح من أول ما بلش لا يومنا هيدا سوبر صباح خوري بعد الكوردر